تعديل قانون الانتخابات، تعديل وضع المفاوضية، هذا الجهاز الذي سيشرف على الانتخابات جلب الإشراف الأممي، توفير البيئة المناسبة، كلها احتياجات يجب أن تتوفر قبل دخولنا إلى الانتخابات المبكرة التي أتوقع أنها كذلك ستؤجل للأسباب آنفة الذكر لهذا من الضروري أن يكون هناك إحساس أكثر بالمسؤولية لكي نذهب باتجاهات إصلاح النظام السياسي المتوتر خلال الفترة الماضية الدولة عاجزة عن تحقيق نوع من النجاحات في بعض الملفات رئاسة الحكومة كذلك لديها مشكلة كبيرة، هناك أزمة حقيقية في الحكم، في طريقة الحكم نتيجة للخلافات السياسية، نتيجة لنظام المحاصصة الذي رسخه قانون الانتخابات السابق بالتالي اليوم القانون الجديد أيضا فيه إشكاليات يحتاج إلى مراجعة حقيقية لكن أنا لا أعتقد بأن البرلمان في هذه اللحظة يستطيع أن يخطوه مثل هكذا خطوة الخلافات السياسية كبيرة، موضوع الانتخابات يشغل الجميع في هذه الأثناء لا يوجد استعدادات كاملة لبعض الكتل السياسية بالتالي هي غير مستعدة للذهاب بأريحية نحو تعديل قانون الانتخابات والقوانين الأخرى طيب، تحدثنا عن تأجيل الانتخابات سيد علي هل التأجيل ربما سيخدم أطراف سياسية على حساب الأخرى؟ يعني ينقسم الموضوع إلى اتجاه الاتجاه يدعم الانتخابات تحت أي ظرف كان، تحت وجود السلاح المنفلت، تحت عدم وجود رقابة دولية هذا الاتجاه السياسي لا تهم هذه الأجواء لأنه تقريبا حاسم موضوع الانتخابات والمقاعد التي يريد أن يحصل عليها والمناصب التي يريد أن يحصل عليها الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي لا يمتلك مناصب مهمة في المفوضية لا يمتلك مناصب سياسية ومناصب أمنية يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية يسعى لتحسين الظروف من أجل أن تكون هناك انتخابات نزيهة صراع ما بين الاتجاهين واضح هناك من يريد أن يجري الانتخابات تحت أي ظروف وهناك من يرغب بأن تؤجل هذه الانتخابات لاستدراك الأمور وترتيب بعض الأوراق من أجل الذهاب في انتخابات فيها نوع من الانسيابية، نوع من الظروف الإيجابية التي تساعد على وصول الأصوات للمرشحين الحقيقيين ووصول العملية إلى منطقة ترضي الجميع طيب، هل البطاقة البايومترية الآن بعد تحويلها بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية التي لم تلغى يمكن أن يزيد من مشاركة أكبر بالنسبة للناخبين؟ يعني فعلا هي ستكون المشاركة أكبر لكن التزوير سيكون أكبر في نفس الوقت البطاقة الإلكترونية غير البايومترية تساهم بشكل مباشر في التزوير هناك أحزاب وكتل سياسية منذ الآن بدأت جمع هذه البطائق في مختلف مناطق العراق في الموصل، في بغداد، في صلاح الدين، وفي الأنبار، وفي المناطق الجنوبية كذلك بدأت تشتري هذه البطائق ويوجد أصلا مرشحين قد اشتروا أكثر من 1500 بطاقة الإلكترونية وليست بايومترية من أجل الوصول للسلطة والدخول في الانتخابات المانع سياسي بكل تأكيد هناك قوى سياسية تريد أن تبقي هذه البطائق لكي تستطيع أن تتلاعب بالانتخابات وهذا من النقاط الضعيفة التي عجزت الحكومة عن معالجتها هناك قوى سياسية للأسف الشديد ما تزال ترغب بالتزوير ما تزال ترغب بالذهاب نحو الطرق الملتوية والطرق القصيرة للوصول للسلطة هناك برامج بائسة تحملها هذه القوى بالتالي هي تلجأ لشراء الأصوات، لشراء الذمم، لشراء المناصب داخل المفوضية والأجهزة الأخرى من أجل أن تصل إلى السلطة هذه إحدى الطرق التي تحدثت عنها أنت شخصيا أستاذ محمد وقلت بأن ما المانع من بقاء هذه البطائق أو ما المانع من حثفها هذا هو المانع بأن هناك قوى سياسية اشترت هذه البطائق من أجل أن تصل إلى السلطة طيب، لو كان هناك إشراف مباشر دولي على الموضوع وليس فقط مشاركة أو مراقبة دولية ألا يمكن أن يؤدي إلى انتخابات نزيهة بشكل أكبر من الحالي؟ الإشراف بالتحديد كلمة دقيقة ما تفضلت به صعب جدا يتحقق في العراق لكن المراقبة ممكن أن تتحقق يوجد رفض كبير من قبل هذه القوى السياسية التي كنا نتحدث عنها وتريد التزوير ترفض فكرة الإشراف بدواعي أنها تدخل في شؤون الدول لكن هناك إشراف موجود في كثير من الدول العالم التجريفية لانتخابات الكتل السياسية يمكن أن توافق على مراقبة الانتخابات لكن الإشراف على الانتخابات معناها أن هناك فرق أممية أعدادها قد تكون بالآلاف هي من ستدير جزء من العملية الانتخابية وستخرج تقارير أممية ربما تفضح العملية السياسية وتفضح الانتخابات بالتالي تتراجع شرعية هذا النظام داخليا وخارجيا نعم شكرا جزيلا لنضمامك إلينا أستاذ العلاقات الدولية علي غوان شكرا جزيلا لادم الآن